بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان أدس 129 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أيها المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد نواصل الحديث معكم في موضوع الحدود ونخص في حلقتنا هذه التحدث عن قتال أهل البغي وما يتعلق به من أحكام قال الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئ إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقصطوا إن الله يحب المقصطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون فأوجب تعالى في هذه الآية الكريمة على المؤمنين قتال الباغين إذا لم يقبلوا الصلح وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه هواه مسلم وقال صلى الله عليه وسلم من خرج على أمتي وهم جميع فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان هواه مسلم أيضا وأجمع الصحابة على قتال الباغي والباغي في الأصل معناه الجور والظلم والعدول عن الحق فأهل الباغي هم أهل الجور والظلم والعدول عن الحق ومخالفة ما عليه أئمة المسلمين ذلك أنه لا بد لمسلمين من جماعة وإمام قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد وهذا من الضروريات لأن بالناس حاجة إلى ذلك لحماية البيضة والذب عن الحوزة وإقامة الحدود واستيفاء الحقوق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال شيخ الإسلام من تيمية رحمه الله يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها فإن بني آدم لا تتم مصالحهم إلا باجتماع الجماعة بعضهم إلى بعض ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس وقد أوجبه الشارع في الاجتماع القليل العارض تنبيها بذلك على أنواع الاجتماع وقال رحمه الله من المعلوم أن الناس لا يصلحون إلا بولاه ولو تولى من الظلمة فهو خير لهم من عدمهم كما يقال سنة من إمام جائر خير من ليلة بلا إمارة فإذا خرج على الإمام قوم لهم شوكة ومنعه بتأويل مستبه يريدون خلعه أو مخالفته وشقع سطاعه وتفريق الكلمة فهم بغاة ظلمة فيجب على الإمام أن يراسلهم أولا فيسألهم عما ينكمون عليه أين ذكروا مظلمة أزالها وإن ابدعوا شبهة كشفها لقوله تعالى فأصلحوا بينهما والإصلاح إنما يطون بذلك فإن كان ما ينقمون منه مما لا يحل فعله أزاله وإن كان حلالا لكن ارتبس عليهم فاعتقدوا أنه مخالف للحق بين لهم دليله وأظهر لهم وجهه فإن فاءوا ورجعوا إلى الحق والتزموا الطاعة تركهم وإن لم يرجعوا قاتلهم هدوبا وعلى رعيته معونته لقوله تعالى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئة إلى أمر الله فيجب قتالهم حتى يندفع شرهم وتطفأ فتنتهم ويتجنب في قتالهم الأمور التالية أولا يحرم قتالهم بما يعم كالقذائف المدمرة ثانيا يحرم قتل ذريتهم ومدبرهم وجريحهم ومن ترك القتال منهم ثالثا من أسر منهم حبس وسجن حتى تخمد الفتنة رابعا لا تغنم أموالهم لأنها كأموال غيرهم من المسلمين لا يجوز اتنامها لبقاء ملكهم عليها لكن بعد انقضاء القتال وخمود الفتنة من وجد منهم ما له بيد غيره أخذه وما تلف منه حال الحرب فهو عدر ومن قتل من الفريقين في الحرب فهو غير مضمون قال الزهري حاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون فأجمع أنه لا يقاد أحد ولا يأخذ مال على تأويل القرآن إلا ما وجد بعينه انتهى وقال في الإفصاح اتفقوا على أن ما يتلفه أهل العدل على أهل البغي فلا ضمان فيه وما يتلفه أهل البغي كذلك وإن اقتتل الطائفتان من المسلمين ولم تكن واحدة منهما في طاعة الإمام بل اقتتلتا لعصبية بينهما أو طلب رئاسة فهما ظالمتان لأن كل منهما باغية على الأخرى حيث لا ميزة لواحدة منهما فتضمن كل واحدة منهما ما أتلفته على الأخرى وإن كانت إحداهما تقاتل بأمر الإمام فهي محقة والأخرى باغية كما سبق وإن أظهر قوم الرأي الخوارج كتكثير مرتكب الكبيرة واستحلال دماء المسلمين وسب الصحابة فإنهم يكونون خوارج بغاة فسقة فإن أضافوا إلى ذلك الخروج عن قبضة إمام المسلمين وجب قتالهم قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في الخوارج أهل السنة متفقون على أنهم ابتدعه وأنه يجب قتالهم بالنصوص الصحيحة بل قد اتفق الصحابة على قتالهم ولا خلاف بين علماء السنة أنهم يقاتلون مع أئمة العدل وهل يقاتلون مع أئمة الجور نقل عن بعض أهل العلم أنهم يقاتلون وكذلك من نقض العهد من أهل الذمة وهو قول الجمهور وقالوا يغزى مع كل أمير برا كان أو فاجرا إذا كان الغزو الذي يفعله جائزا فإذا قاتل الكفار أو المرتدين أو ناقض العهد أو الخوارج قتالا مشروعا قوتل معه وإن كان قتالا غير جائز لم يقاتل معه انتهى كلاما وإن لم يخرج هؤلاء الذين أظهروا رأي الخوارج عن قبضة الإمام ولم يشقوا عصى الطاعة لم يقاتلوا وأجريت عليهم أحكام المسلمين لكن يجب تعزيرهم والإنكار عليهم وعدم تمكينهم من إظهار رأيهم ونشر بدعتهم بين المسلمين هذا على القول بعدم تكثيرهم كما عليه الجمهور وأما من يرى كفر الخوارج كما عليه جماعة من المحدثين وغيرهم فإنه يجب عنده قتالهم بكل حال نسأل الله العافية والسلامة من الفتن كما نسأله سبحانه أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا إنه ولينا ومولانا نعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وإلى الحلقة القادمة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته